راح نتكلم اليوم عن قضية مهمة جدا وهم اخواننا وابنائنا متضرر اعلان نتاج الخبراء 2019 بسبب التوزيع الظالم للدرجات التوزيع الظالم للدرجات حاطين الشهادة العلمية تمثل 10% فقط ونتيجة الاختبار تمثل 40% والمقابلة الشخصية اللي ما جاوز 5 دقائق 50% المفروض ان الشهادة العلمية وتجد الخبار 95% والمقابلة الشخصية 5% نفس القطاع النفطي المطلوب الموزير العدل الأخ عبدالله الرومي تصحيح الخطأ والنظر في مستقبل لاخواننا وابنائنا وانصافهم وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين الدليل ان لجنة الخبراء لجنة غير منصفة اعرض عليكم حالة من حالات تعرضة الظلم حالات كثيرة لكن اعطيكم حالة من حالات مهندس مشعل حاصل على بكريوس هندسة معمارية وكذلك حاصل على ماجستير هندسة معمارية المعدل 3.93 خريج جامعة كونسس في الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على المركز الأول كأفضل بحث علمي في مجال هندسة معمارية من بين 500 باحث من 54 دولة مشاركة على مستوى العالم في باريس حاصل أجازة أفضل بحث علمي في مؤتمر أمريكا الشمالية الدولي من بين 600 باحث من 62 دولة مشاركة على مستوى العالم في مجال هندسة معمارية في العاصمة الأمريكية واشنطن وثاني أفضل مشاركة في المؤتمر موثلة عن دولة كويت تم اختيار سفير للقادة الشباب من بين 55 ألف شاب وشابة من 190 دولة من قبل منظمة عالم شاب واحد ولحضور القمة العالمية للشباب في قصر الوست ميستر والبرلمان البريطاني في لندن لتمثيل دولة الكويت الوطن العربي في هذه القمة بمشاركة العديد من قادة ورأساء مختلف دول عالم كل هذه الانجازات للمهندس مشعل ومع ذلك لم يقبل هذا الدليل أن لجنة المقابلات غير منصفة مهندس مشعل حاصل على ماجسته بامتياز وكرمه في أمريكا وكرمه في بريطانيا وكرمه مكتب سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الطيب الله ثراه وتم ظلمه من إدارة الخبراء في الكويت هذه حالة من ضمن حالات تعرض الظلم من قبل لجنة إدارة الخبراء المطلوب من الأخ وزير العدل أولاً لإنصاف إخواننا أولاً تخفيض نسبة المقابلة الشخصية من 50% إلى 5% ثانياً زيادة نسبة الشهادة العلمية ويتيجة الاختبار إلى 95% تصير نفس القطاع النفطي القطاع النفطي طبعاً عندهم هذه النسبة 95% و5% فقط على المقابلات فيجب على وزير النفط وزير العدل أنصافه مثلما وزير النفط أنصف إخواننا في القطاع النفطي الذي هو الأخ محمد الفارس ويشكر عندما طلعت النتائج وشاف أن أكثر متقدمين ناجحين في الاختبارات ولكن العدد المقبلين طالبين نسبة أقل مع ذلك رفع زاد المقاعد وقبل مجموعة كبيرة جداً من إخواننا في القطاع النفطي فدورك أنت حالياً وزير العدل كذلك حالياً أنك ترفع هذه النتيجة وترفع الظلم عن إخواننا وكذلك رح قابل سمو رئيس مجموعة الزراء وأطلب من إنصاف ابنائنا وإخواننا متقدمين لإعلان الخبرة وخاصة أنهم تعرضوا لظلم واضح في تحديد نسبة النجاح في دورة الخبرة الماضية كان نسبة النجاح 50% وهذه الدورة كانت نسبة النجاح 60% والدليل أن أرسل رسائل مباركة لمن اجتازوا 60% وبعد إعلان النتائج النهائية تم رفع النسبة إلى 70% هذا ما يصير يعني الدورة الماضية 50% هذه الدورة في إعلان النتائج كانت النسبة 60% بعد ما خلصت النتائج أرفعوا مباشرة النسبة إلى 70% الدليل أن أكثر أخواننا وأبنائنا أرسلهم رسائل مباركة من اجتاز 60% فما يصير الآن ترفع في آخر دقيقة ترفع النسبة إلى 70% هذا ظلم واضح هذا ظلم واضح ويجب إعلان قبول جميع ما أنست لهم رسائل مباركة من إداة خبرة يجب قبولهم فورا ونشكر شكرا لجميع